هبى الأهالي داخل أراضي الثمانية وأربعين مرة أخرى لجمع التبرعات النقدية من الجليل والمثلث والنقب لمساعدة أهالي قطاع غزة من خلال حملة فكر بغزة إذ استقبلت الإغاثة الزراعية الفلسطينية الدفعة الثانية من المساعدات المالية لإغاثة أهل القطاع بالمواد الغذائية الأساسية كالطعام والماء واستقبل وفد من الإغاثة الزراعية الفلسطينية وعلى رأسهم المهندس سلام الزاغة رئيس مجلس الإدارة والأديب والكاتب والشاعر سميح محسن أمين الصندوق والإدارة التنفيذية ووفد من القائمين على حملة فكر بغزة في المركز الرئيسي للإغاثة الزراعية في رام الله اليوم الإغاثة الزراعية في مكتبها الرئيسي في رام الله تستقبل الدفعة الثانية من حملة فكر في غزة هذه الحملة تم تنظيمها من نشطاء في الثمانية واربعين الهدف منها الأساسي توصيل المواد الغذائية وتوزيع المياه في قطاع غزة استطاعت الإغاثة الزراعية خلال الحمل الأولى من توزيع شاحنات مواد غذائية بالإضافة إلى توزيع المياه من محطات التحلية في غزة على قسم كبير من المواطنين في قطاع غزة هذا استمرار لنشطات الإغاثة الزراعية المختلفة في حملة أغيث غزة الحملة الكبيرة التي تنظمها الإغاثة الزراعية منذ بداية حرب حتى الآن وكما أوصى الشاعر الفلسطيني توفيق زياد قبل رحيله أبناء شعبنا بقوله ديروا بالكم على بعض جاءت هذه الحملة لتؤكد أنه لا شيء يفرق بين أبناء الشعب الواحد وبالرغم من المضايقة والملاحقة في الداخل المحتل إلا أن الأهل هناك استطاعوا جمع التبرعات المالية والعينية في الحملة التي تعكس حالة الانسجام والوحدة بين أرجاء الوطن الذي يحول الاحتلال بكافة أشكاله تقطيع أوصاله وتشتيته شعرنا منذ البداية بأننا يجب أن نقوم بشيء أولاً في ما يسمى بمقاومة أو الدعوة لوقف هذه الحرب والتظاهر ضدها وإسمع كلمتنا ضد الحرب ومن جهة أخرى بأن نقدم شيئاً لأهلنا هناك تعرضنا أيضاً لملاحقات واعتقالات من السلطات الإسرائيلية الغاشمة وهذا لم يمنعنا ولم يردعنا فكر بغزة هي جاءت في عقاب الحرب العدوانية على أهلنا في غزة والمشاهد الضمار الكارثية التي قامت فيها حكومة الاحتلال بحق أهلنا وشعبنا في غزة والتي تسببت في مقتل عشرات الألاف من الأطفال والنساء نحن قد نستطيع أن نوفر من مساعدي لقمة عيش لشربة ماء لكل طفل لكل مرأة لكل شيخ في غزة هذا شيء يسرنا المنظمون في حملة فكر بغزة يركزون على سرعة أصول المساعدات إلى أهالي القطاع فهم يحرصون على إعداد طرود الغذائية من الطعام والماء وإرسالها بأسرع وقت إلى الأهالي هناك في ظل المجاعة الحقيقية التي يعيشونها إلا أنه في كثير من الأحيان تواجه هذه المساعدات على مشارف غزة بالتخريب والتدمير من قبل الاحتلال وخلال الأسابيع القريبة سيتم إطلاق المرحلة الثانية من حملة فكر بغزة والتي ستركز على توفير الخدمات الأساسية والمساعدات المباشرة للنازحين مثل الخيام والوحدات الصحية وغيرها من المسلزمات الضرورية التي تخفف من معاناتهم